اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول رؤية معنا وهي رؤية استخراج اللؤلؤ من البحر كثير من الناس بتشوف الرؤية دي وتكتبتلي في اكتر من موضع على الفيديوهات في التعليقات ان انا بغوص وكمان معيش ادوات الغوص عادي كده بدون تنفس بدون اي حاج وبنزل في قاع البحر وبستخرج لؤلؤ هذه الرؤية تدل على السفر في الفترة القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى وطبيعة الحال يعني نفهم من السفر ده ان سفر خير في خير هيعود علي من السفر ده وانه هنا في سفر ممكن يكون سفر في شر لكن اللي احنا بنتكلم عنه سفر سيعود عليك به سيعود عليك من هذا السفر خير كبير ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية ركوب الجاموس للبنت العزباء بنت العزباء لما تشوف ان هي ركبة الجاموسة هذه رؤية تدل على سفرها ان شاء الله تبارك وتعال رؤية المشي على شاطئ البحر والبحر صافي وجميل هذه رؤية تدل على السفر بإذن الله رؤية الشعر الأبيض في اللحية للرجل المتزوج لما يشوف شعر أبيض بغض النظر هو له لحية ما لهش لحية شعر لحيته أبيض شعر لحيته سوداء ملهاش علاقة المهم ان الرأي شاف ان له لحية في المنام شعرها بيض هذه رؤية تدل على السفر ان شاء الله تبارك وتعالى في الفترة القادمة رؤية اليد الطويلة طويلة جدا انا عاست ان ايدي مترين او لتلاتة متر هذه رؤية تبشر بالسفر في الفترة القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى اللون الاسود للبنت العزباء لا سيما اذا كانت تحب هذا اللون في الحقيقة فهذه رؤية تبشر بالسفر ان شاء الله رؤية الصعود على السلم الخشبي للرجل المتزوج هذه الرؤية تبشرها بالسفر آخر رؤية معنا وهي رؤية المرأة المتزوجة حينما ترى صندوق من الخشب هذه الرؤية تبشرها بالسفر إن شاء الله تبارك وتعالى تظلونا في اللقاءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته